يسمى من يستأجر شقة بالمستأجر تسمى الشركة التي تمتلك وتؤجر المساكن بالمؤجر من المهم أن يكون لديكم عقد أو اتفاقية استئجار بينكم وبين المؤجر تأكدوا بأنكم متفقون على ما يتعلق بالمسكن وبأن كل الطرفين لديهما نسخة موقعة عن عقد الإيجار توجد أنواع عدة من عقود السكن يعني عقد الإيجار الأولي بأن تستأجر شقة من المؤجر مباشرة ويجوز لك بالسكن فيها لمدة تطول حسب الرغبة الاستئجار بعقد ثانوي يعني بأن تستأجر من شخص لديه عقد أولي للشقة إذا رغبت بالاستئجار بعقد ثانوي يتوجب عليك أن تعلم بأن المؤجر الأساسي موافق على الاستئجار يمكنك أن تكون نزيلا في هذه الحالة تستأجر غرفة أو شقة أو منزل وتسكن مع الشخص الذي لديه عقد السكن حتى وإن كنت نزيلا فإنه من المهم بأن يكون لديك عقد في حال رغبتك بشراء سكن غالبا ما تدفع أنت جزءا من كلفة الشقة وتقترض الباقي من المصرف إنه من المؤسف وجود أشخاص ممن يرغبون ببيع عقود للإيجار لذلك تسمى هذه العقود عقود سوداء لا يسمح بأخذ المال مقابل عقد للإيجار ولا يجب عليك مطلقا إبرام عقد أسود في حال لديك عقد إيجار أولي لا يحق للمؤجر إنهاء العقد دون سبب لكن في حال عدم دفع رسوم الإيجار في المواعيد المحددة أو في حال مخالفة القواعد الناظمة يحق للمؤجر إنهاء العقد معك في حال لديك الرغبة بالانتقال غالبا ما تكون المدة المعطاة لإنهاء العقد ثلاثة أشهر ولكن قد تكون أقل تأكد دائما من بنود العقد يسمح لك بالبقاء في الشقة خلال المدة المعطاة لإنهاء العقد ويتوجب عليك حينها دفع رسوم الإيجار يجب أن يتم التبليغ بإنهاء العقد كتابيا ويجب أن يكون موقعا تأكد من حصولك على تأكيد التبليغ بإنهاء العقد الذي قمت به في حال لديك عقد إيجار ثانوي أو عقد كنزيل يمكن للمؤجر أن ينهي العقد حينئذ يطلب منك المغادرة لكن بعد المدة المعطاة للإنهاء الموجودة والمثبتة في العقد ما هو شكل السكن الذي يناسبك؟ ترجمة نانسي قنقر